ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسية الوعد روس قاسم الزبيدي بالقصر الرئاسي في معاشر اجتماعان استثنائيا لمجلس الوزراء وخصصا لاجتماع الذي حضره رئيس مجلس الوزراء دكتور معين عبد الملك لمناقشة عدد من القضايا العاقلة وفي مقدمتها تفعيل عمل الوزارات وفتح مقراتها الرئيسية في العاصمة عدن لقيام بالمهام المنططي بها تجاه المواطنين وسبل وآليات مضاعفة موازناتها ورفضها بالكوادر الشبابية المدربة وفي هذا السياق شدد الواء الزبيدي على ضرورة فتح مقرات الوزارات في العاصمة عدن ومزاولة جميع وزراء الحكومة لمهامهم من المقرات الرئيسية لوزاراتهم مؤكدا أن العمل من خارج العاصمة المؤقتة عدن أمرا غير مقبول كما شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي على ضرورة بذل المزيد من القهود للارتقاء بأداء الوزارات وتفعيل نشاطها والانضباط الوظيفي فيها وتأهيل المشاءات التابعة لكل وزارة لاستفادة القصوى منها ورفض الوزارات بالكوادر الشبابية المدربة والقادرة على مواكبة التطورات في مختلف المجالات كما نغش الاجتماع الاستثنائي موازنات الوزارات وسبل تعزيزها ومضاعفتها بما يمكن الوزارات من أداء مهامها وبعدها استمع اللواء الزبيدي من رئيس وعضاء مجلس الوزراء إلى مجمل الصعوبات والتي يتواجهها وزاراتهم والجهود المبذولة لتفعيل عملها وتكثيف نشاطها في العاصمة عدن وعموم المحافظات المحررة والجهود التي يبذلها الوزراء للتغلب على تلك الصعوبات وتحدث رئيس مجلس الوزارات دكتور معين عبد الملك بكلمة الرحبة في مستهلها بعض مجلس الغيادة الرئاسي اللواء عدريس الزبيدي لترأسه هذه الجلسة الاستثنائية واعتبر ذلك رسالة دعم للحكومة طلاقا من أن دعم مجلس الغيادة الرئاسي أساس العمل وإنجاز الحكومة والمشاركة في مواجهة التحديات الرهنة وأثنى الدكتور معين عبد الملك على ما طرحه الوعد روس الزبيدي في كلمته ورؤيته لتفعيل أداء الوزارة وما تبذله الحكومة في هذا الجانب من جهود مشيرا إلى ما حققته الحكومة خلال الفترة الماضية في مختلف الجوانب ورؤيتها للتعامل مع التحديات والتغلب عليها بتوجيهات من مجلس الغيادة الرئاسي مشيرا إلى أولوية العمل على تعزيز الأمن والاستغرار ودعم وتعزيز مؤسسات الدولة في العاصمة عدن وأكد رئيس الوزراء عزم الحكومة وتصميمها المضي في مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية لا افتن إلى ما التحقق والخطوات المقبلة في هذا المسار